سعيد باهتمام حضراتكم بالموضوع قبل ما أخد أسئلة دكتور جمال، في حد بيموت ملهم؟ طبعاً هل يحصل موت مفاجئ من الحزن أو ملهم؟ طبعاً يعني زعلت أو يجالي هم كرب عظيم؟ في متلازمة وصفها العلماء حديثاً في طب القلب اسمها بروكن هارت سندروم بروكن القلب مكسور متلازمة القلوب الكسيرة أو المنكسرة زي ما يقولك ده كسر قلبي في التعبير البلاغي، لا ده تعبير حقيقي بيحصل فعلاً كسر في القلب، بمعنى عضلت القلب بيحصل فيها نوع من البراليسيز أو الإيكاينيزي، عدم الحركة وذات الجزء الطرفي، فتتمدد تبقى زي البلونة، بيسمه إبيكال بلونينج تلاقي جزء بس اللي شغال، والجزء اللي هو في قاعدة القلب هو اللي شغال والجزء اللي هو الطرفي كله زي البلونة ضعيفة لا تنقبض وعلى فكرة خادعة جداً يعني هي بتيجي مثلاً في الستات في مقتبل العمر ثلاثينات صدمة عاطفية أو نفسية ستات أكتر فقدت حبابها، زالت، خادت زومبا يجي لها اللي واجع في صدرها زومبا دي ممكن تعملها موت وفاجئة بيجي بألم بيتفسر يعني النابل في الاستيبال يقول لي جلطة في شرين التاجي ويجيب لي رسم القلب يقول له أعمل بس موجات صوتية الأول لأن لو عملت له أسطرة هتلاقي شرين سليمة لكن هي المشكلة في عضوة القلب من حسن الحظ أو من رحمة المولو عز وجل لأنه ريفيرزول يعني حالات منها بتتحسن لكن لو ما تلاحقتش تموت لذلك القرآن هتلاقي نصه لا تحزن لا تأسوا على ما فاتكم يعني فعلاً لما نقول الواحد ده مات من الهم أو مات من الحصرة ده بقى تعبير علمي تبيضت عيناه من الحزن فوق كظيم يعني الحزن ده ممكن يعمل كاترة أو عتمة في القرانية والحزن ده ممكن يعمل توقف في القلب والفرح الشديد يعني شفنا واحد فرح عشان فريقه حط جول عشان كده أنا بقولي المونديال أو كاس اللي هم أفريقية خطر على القلب شجع باعتدال يعني بلاش التعصب والتطرف في الفرح قوله بشجع الزمالك ده قلبه ده ده ربنا يعينه ده ربنا يعينه بنا يعينه عوي مركب ده عاما هو عامل يهكتر من كده فهو اللي لازم تبقى في اعتدال في اليابان لما المونديال كان عندهم عملوا إحصائي لازمات القلب اللي قاله زادت في المونديال جداً لأن التشجيع الجنوني والانخراط في المشاعر العامة مع بعض وقهوة والشعي وسجاير وبتاع وجو صاخب زودت أزمات القلب لذلك أنا بقول كرة القدم والتشجيع الجنوني بتاعها خاطر على القلب حقيقة فعلا الكلام ده مش مبلغة شجع باعتدال انفعل باعتدال يعني أفرح باعتدال ويزعل باعتدال وحب باعتدال برضو المبلغة في الحب دي ممكن تأزي وكرا باعتدال برضو المشاعر السلبية العرب زي ما نعرفوها قال لك الغيور إيه قلبه كالنار تأكله نفسها إلا ما تجد ما تأكله انت بتشوف اللي هو عملياكل في نفسه ده الأصفراو ده اللي تلاقيه الشعرقان ومفيش دم طالب حددك على حاجة مهمة هو الموت المفاجئ بيجي أكتر للستات ولا رجاله لسه ما يعرفوش لا هو لو إحنا شفنا الشرايين التجاية هيبقى تحت سنة 45 الرجال أكتر بعد 45 تتساوى النسب الكيو تي اللي قالها بروفيسور حسام دي بتبقى أكتر في الستات عندهم حتة في كهرباء القلب إحنا الزبزبل وزينية في الرجالة هتلاقي بصت أنا هكت عملت دراسة على تأثير الجنس في كهرباء القلب يعني من الرجالة ولا الستات الستات قلبهم أسرع شوية من رجالة يعني مثلا لو جبت نفس الوزن والطول هتلاقي فيه عشر درجات الستة قلبها أسرع شوية الكيو تي بتاعتها اللي هي مسافة الديبولوريديشن دي أوسع شوية الأزامات العنيفة بتاعة كهرباء القلب من نصيب الرجالة لكن لو جات الستات تبقى صعبة جدا يعني مثلا الزبزبل وزينية بيتيجي في الرجالة أكتر لكن لو جات الست فوضيعة يجي لها جلطات ويبقى الكيو بتاعها صعب فيحصل تضخم في عضة القلب فهي محمية أنا دايما كانت الفكرة عندنا إن الستات مش مرضى قلب لا مش بتوع القلب ما هو دلوقتي بتقعد على الشيشة وي عندها عشرين سنة وبتقعد كافي وتدخن وفي سوء العمل كومبيتتف سترونج انديبيدنت ما ليش دعوة فبعت زي الراجب بعت زي الراجب طيب